موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم سيدة محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت مبارك بن ماضي بمعسكر إدارة الأمن بالمكلة حفلة تدشين العام التدريبي الفين وثلاثة وعشرين لأمن وشرطة ساحل حضرموت وعرضا عسكريا قدمته وحدات ربزية من وحدات أمن وشرطة المحافظة وعروضا للمهارات القتالية تدشينا للعام التدريبي الجديد بحضور الأمين العام للمجلس المحل بالمحافظة صالح أبود العمقي ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي وقيادات السلطة المحلية والقضائية والتشريعية والقيادات الأمنية والعسكرية وأشاد المحافظة بالمستوى المتقدم للأجهزة الأمنية الذي انعكس خلال عرض العسكري داعيا منتسب الأمن والشرطة إلى المزيد من اليقظة لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين والتعامل الأمثل مع المواطن وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية للمؤسسة الأمنية والعسكرية كل الرعاية والاهتمام لتطويرها وتحديثها بما يضمن تنفيذ الخطط المنوطة بها وعقب ذلك يطلع المحافظ على صارة إدارة الأمن وقاهزية مركز القيادة والسيطرة والمركز الصحي لمنتسب الجهاز الأمني افتتح محافظ حضر مهوت الرئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت مبارك بن ماضي ومعه مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضر مهوت العميد مطيع سعيد المنهالي مشروع توسعة وإعادة تأهيل مبنى إدارة الأمن بمدرية المكلة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وطاف المحافظ ومدير عام الأمن بالأقسام الجديدة التي تم تزويدها بأنظمة الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة وربطها بشبكة داخلية مع الإدارة العامة للأمن بساحل حضر مهوت ومراكز الأمن بالمديريات واستمع المحافظ من مدير عام الأمن والقيادات الأمنية بأمن المكلة إلى سير العمل في أقسام المعلومة والتعميم عبر الشبكة الداخلية بين جميع مراكز الأمن في المديريات وأشهد محافظ حضر مهوت بالتطور الذي تشهده أجهزة الأمن والتعاون الوثيق مع الجهات الرسمية والمواطنين مؤكدا أن الأمن هو الحارس الأمين للمواطن وتنفيذ أحكام القضاء العادل لتحقيق العدالة والطمأنينية في المجتمع منوها باهتمام السلطة المحلية بالمؤسسة الأمنية والعسكرية داعيا إلى المزيد من اليقظة وديمومة التدريب والتأهيل والحفاظ على الآليات والمعدات والأجهزة ومشيدا بمواكبة التطوير والتحديث لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن الحمد لله أنا اليوم سعيد أن أتواجد في هذا الصرح الأمني الذي شهد تطور كبير وفق الإمكانياتنا بل يفوق حقيقة بتعاون جهات أخرى عندما أرادت أن تخدم الأمن فقد أرادت أن تخدم المجتمع بشكل عام أنا حريص وأسعى دائما لخدمة هذا الجهاز أو هذه المؤسسة لما لها من ارتباط وثيق بالمواطن فنحن نجدهم حراس لأموال الناس حراس لحرياتهم يد منفذة لأحكام القضاء العادل الأحكام التي تبعث الطمانينة للناس في حقوقهم وفي ممتلكاتهم نجد هذه المؤسسة أيضا تنظم لنا الطريق في شرطة السير نجد هذه أيضا المؤسسة في الدفاع المدني الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن بلادهم وعن وطنهم وعن ممتلكات الناس فلا بد لنا أن نهتم بهذه المؤسسة اهتمام كبير نوليها اهتمام خاص ونحن على علاقة وطيدة بالأخ مدير الأمن ومدير مديرية المكلة وبالأخوة مدراء الأفرع في المؤسسة الأمنية بشكل عام ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد مع عضو قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن العميد ناصر علي حيدرة المواضيع المتعلقة باستكمال إجراءات الأراضي لأفراد القوات المسلحة والأمن مع فرع الهيئة العامة للأراضي بحضور وكيل المحافظة أحمد ناصر جرفوش ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عقيل أحمد عقيل ومدير السجل العقاري محمد سالم هدران واستعرض اللقاء سيرى مجمل الإجراءات والجهود التي تبذلها هيئة الأراضي فيما يتعلق بحقوق العسكريين وصرف الأراضي لكل المستحقين في إطار النظم والقوانين المنظمة ووجه الأمين مكتب أراضي وعقارات بسرعة استكمال تلك الإجراءات التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد مدير عام المؤسسة الاقتصادية جلال عبد الربو بحضور مدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ فرج ومدير عام مديرية خنفر مازن اليوسفي ومدير عام مكتب الغرفة التجارية بالمحافظة سالم المعلم ونقش اللقاء إمكانية إقامة خيمة رمضانية التي تم تحديد موقعها في مديرية خنفر في إطار الجهود التي تنفذها المؤسسة وعبر الأمين العام عن امتدانه بهذه الخطوة الطيبة التي ستسهم في التخفيف من معاناة الفقراء في هذا الشهر الكريم مؤكداً وقوف السلطة المحلية ودعمها لكل الأعمال الخيرية التي تقام في المحافظة انطلاقاً من قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعي للخير والتكافل داعياً إلى تنفيذ المزيد من المخيمات في مديريات المحافظة الأخرى ووجه الأمين العام مدير عام خنفر ومدير الغرفة التجارية بالنزول مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية بالمحافظة إلى مديرية خنفر لتحدد موقع إقامة الخيمة الرمضانية حذر اللقاء مدير عام صندوق النظافة منصور وادي اطلع نائب وزير الشباب الرياضة منير الوجي ومعه وكيل الوزارة عزم خليفة ومدير عام المشاريع صادق النجدي على حجم الأضرار التي تعرض لها ملعب الثاني والعشرين من مايو بمدينة الشيخ عثمان من حرب الميليشيا الحوثية لعدن عام الفين وخمسة عشر وأكد الوجيح على أهمية البدء بالعمل في المرحلة الأولى المتضمنة تأهيل المدرجات ومكاتب الاتحادات الرياضية التي تعد من ضمن خطة الوزارة خلال عام الجاري إضافة إلى نظافة ورفع المخلفات وصيانة قنوات الصرف الصحي وترميم ترتاني المضمار الأستاذ الدولي مشيرا إلى أن قيادة الوزارة حرصة على إعادة وتأهيل الملعب الدولي الذي يمثل متنفس للرياضيين وأبناء الوطن بما يكتسبه من أهمية كبيرة في صدافة منافسات رياضية دولية ومحلية ناقش وكيل أول محافظة الحديدة ولد القديمي ومعه قائد محور حيس العميز زايد منصر مع موثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشاء السيد سانتوس آلية نقل النازحين من منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيطة إلى مكان آمن بمديرية الخوخة جنوب المحافظة وأكد الوكيل القديمي على ضرورة تجهيز مخيم نموذجي استوعب الجميع بمن فيهم الفارين من مناطق التماس خلال الفترة القليلة الماضية مشددا على ضرورة وضع التدابير اللازمة لإيواء النازحين ومعالجة كافة قضاياهم من جانبه عبر سانتوس عن شكر المنظمة وقياداتها لقيادة السلطة المحلية بالحديدة على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها من أجل تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية ما يعزز الشراكة الإنسانية بين المنظمة والسلطة المحلية حضر اللقاء مدير عام مديرية التحيطة حسن هبيق ومدير عام مديرية الخوخة سالم عليان ومدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة جمال مشرعي دشنا وكيل أول محافظة الحديدة ولد القديمي ومعه مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الأهدل افتتاح قسم العمليات في المستشفى الريفي بمديرية حيس جنوب الحديدة وخلال التدشين استمع القديمي من مديرة المستشفى الدكتورة نسرين نصر لشرح عن طبيعة تجهيزات غرف العمليات والإنعاش وإقامة المرضى داخل القسم التي تم تجهيزها بدعم من منظمة ميد جلوبال مشيدا بدور المنظمة في الجانب الصحي ومؤكدا على أهمية افتتاح القسم الذي سيخدم المواطنين والنازحين في حيس والمناطق المجاورة لها كونه أول قسم للعمليات القصرية والجراحة العامة في المناطق المحررة بالمحافظة من جانبه قدم المدير الإقليمي لمنظمة ميد جلوبال شكره للسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية وكذا إدارة المستشفى وكاديره الطبي على تعاونهم وتدليل كل المعوقات لإنجاح المشروع ناقشت لجنة التعويضات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها بمدينة سيئون في محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري عددا من القضايا المتعلقة بالتعويضات الخاصة بعمليات المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد بشركة كالفالي النفطية واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي أسس ومعايير التعويضات بما يضمن حصول المتضررين على تعويضاتهم الكاملة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص وبما يتناسب مع المعطيات الحالية بحسب الكلفة والموقع الجغرافي وأكد الاجتماع على ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لمناطق الامتياز بما يسهم في تعزيز الثقة والتعاون بين الشركة والمواطنين ناقش وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري مع المدير التنفيذي لشركة الغاز المنزلي بصافر محسن حمد سبل تأمين احتياجات مدريات وادي وصحراء حضر موت من مادة الغاز المنزلي وأكد اللقاء الذي ضم مدير دائرة الصافر منصور السريحي ومدير منشأة بروم عز الدين الكسادي وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة تأكيد على الرفع بالكميات المطلوبة وإعداد تقرير بشكل دوري لمتابعة حركة سير مقطورات الغاز ونوه وكيل المحافظة بأن السلطة المحلية ستسخر كل الإمكانات والإصلاحيات المخولة الأجهزة التنفيذية والخدمية من أجل تأمين وصول احتياجات وادي حضر موت من الغاز المنزلي والرقابة عليها للتغلب على حالات الاختناقات التي تشهدها مناطق وادي حضر موت كرسة لقاء تنسيق موسع نظمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب وضم السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية عمل بالمحافظة لمناقشة صعوبة الوضع الإنساني بالمحافظة من حيث الاحتياجات الإنسانية والفرص والتحديات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي خلال العام الجاري 2023 وخطط التدخلات وأليات تنسيقها وتكاملها بين مختلف المنظمات والقطاعات حيث جرى خلال اللقاء الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تقارير الأداة والإنقاذ والتدخلات الإنسانية التي نفذت خلال العام الماضي من قبل شركاء العمل الإنساني على مستوى كل قطاع والتي قدمها رؤساء الكتل وخططهم للتدخلات الإنسانية خلال العام الجاري تلبية الاحتياجات الكبيرة ومقترحات تقليص الفجوة الإنسانية التي تتسع باستمرار بين تزايد الاحتياجات ونقص التمويل وتقليل تأثيرات المتغيرات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والحرب المحلية المتمثلة في التدهور الاقتصادي والمعيشي للمواطنين واستمرار النزوح سلبيا على الوضع الإنساني السيء في المحافظة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأكد اللقاء على ضرورة تحديد الفجوات الإنسانية بناء على تحليل مؤشرات المستخلصات من المسوحات والعمل الميداني خلال السنوات الماضية والعمل على المزيد من التحشيد والمناصرة لكسب مانحين جدد لسد قزء من العجز في تمويل العمل الإنساني ومواجهة خطر المجاعة المحدق بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ومعه مدير مكتب المركز بمأرب عبد الرحمن الساعري مشروع السلال الغذائية للفئات الأكثر احتياجا في اليمن المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده مراسلنا محمد الكتحسي تشينا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تمزيع السلال الغذائية للفئات الأكثر احتياجا في اليمن والذي استدفى محافظة مأرب وشبوة والمخاة في محافظة تعز يشمل مشروع 16 ألف ومئتين أسرى في محافظة مأرب ندشن مع الأخوة في مركز الملك سلمان 16 ألف ومئتين سلة قذائية يتم توزيعها للمحتاجين من النسعين في محافظة مأرب نشكر لأخوتنا وأشقائنا لهذه اللفتة المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات لسد الاحتياج الاحتياج اليوم يتفاقم ويرتفع بسبب الأوضاع في العالم واليمن جزء منها هذه الحرب التي ثمان سنوات أثرت على أبناء الشعب اليمني سواء في مجال الاقتصاد أو في مجال توفير الاحتياج للنازحين فلهم الشكر لما يقدموه وأتمنى أن يبدل الجهود أيضا أشكر مؤسسة النهدي لما تقوم به من نقل هذه المواد وتوزيعها ومساعدة الوحدة التنفيذية في إيصالها للمحتاجين في محافظة مأرب مشروع توزيع السلال الغذائية هو أحد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يستهدف الأسر الأشد احتياجا والذي تعاري بالنقص في الأمن الغذائي المشروع يستهدف ثلاث محافظات يمنية بأكثر من 27 ألف سلة غذائية السلطة المحلية ومركز الملك سلمان والوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين والقائمين على تنفيذ المشروع أكدوا أهمية المساعدة الإنسانية للتخفيفة من معاناة المواطنين منهم النازحين والمجتمع المضيفة نشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا ولأهد وحكومة وشعبا على ما يقدمونه للأسر المحتاجة في محافظة مارب ويضا نشكر مركز الملك سلمان على دعمهم السخي للأسر المحتاجة في محافظة مارب كما نشكر مؤسسة نهد التي منفذة لهذا المشروع الذي يعتبر من هم المشاريع اليوم الذي سيتم توزيعه لـ 16 ألف ممائته للأسرة الذي الأسف شديد تم الذي الأسف شديد عزت عنهم برنامج القدر العالمي المموّل بملايين الدولارات من تلطية حجاجات هذه الأسر المحتاجة في محافظة مارب ندعو الأشقاء في مركز الملك سلمان إلى استمرار هذا الدعم عبر الشركاء المحلية لحيث أن هذا الدعم يصل إلى الأسر المحتاجة ويخفف كثير من معاناة الأسر المحتاجة في محافظة مارب استهدف مشروع السلال الغذائية الأسر اللي شده احتياجا في محافظة مارب وشبه وتعز وتعز المخاء يبلغ جمال المستفيدين من هذا المشروع حوالي 175 ألف إسراء مستفيد اليوم ندش المشروع توزيع السلال في محافظة مارب والذي يبلغ عدد المستفيدين في هذا المحافظة 113 ألف شخص أعمال الإنسانية يقدمها مركز الملك سلمان مع الشريك المنفذ مؤسستنا هد في هذه المرحلة السيدنية للتخفيف من معاناة الأسر في مخيمات النزوحة عدل فضائية محمد قداسي مارب أكدت ندوة نظمتها مجموعة شبوى الاستراتيجية بشراكة مع منظمة الشباب شبوى ومؤسسات خطوات التنبيا بالتنسيق مع مكتب النفط والمعادن بمحافظة شبوى على أهمية استغلال الثروات النفطية بالمحافظة منوهة بدورها في رفض وتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية وأشار المشاركون في الندوة إلى ضرورة تحسين فرص الاستفادة من الثروات الطبيعية والنفطية بالمحافظة وخيار تأسيس شركة بيترو شبوى لاستكشاف وإنتاج البترول وإدارة القطاعات النفطية من جانبه نوها وكيل محافظة شبوى علي الكندي بأهمية موضوع الندوة وأوراق العمل المقدمة فيها مؤكدا دعم قيادة المحافظة لها والعمل على تحقيقها لافتا إلى حاجة المحافظة لإنشاء الشركة مشيرا إلى وجود كافة مقوماتها الأساسية والمخزون الطبيعي من مختلف الثروات الطبيعية والكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال حضر الندوة رئيس جامعة شبوى الدكتور توفيق باسردة ووكيل المحافظة ناصر القميشي وسالم النسي ومدير الإدارة العامة للشرطة والأمب المحافظة العميد فؤاد النسي وقائد قوات الأمن الخاصة افتتح وكيل محافظة شبوى علي الكندي قسم العناية المتوسطة بمستشفى الهيئة بالمحافظة والذي يشمل على أربع أسر مجهزة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأكد نائب مدير تشغيل المشفى الدكتور عبد الناصر البابكري أهمية افتتاح القسم ودوره في زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة العناية بالمستشفى منوها العزم على افتتاح بنك الدم وأقسام المخ والأعصاب والقلب المستشفى وأشاد الوكيل الكندي بالجهود التي تبذلها إدارة وكوادر المستشفى لخدمة المرضى منوها بتوجهاتها المستقبلية لتطوير خدماته الطبية مؤكدا على دورها في إحداث نقل نوعية فيها أقرى الاجتماع الذي عقد بمحافظة شبوها برأسة وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمد تشكيل لجنتان لإعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة وذلك في إطار برنامج بناء القدرات المحلية استعدادا لتعافي ويعادة الإعمار وأكد الأحمد أهمية انتظام عمل اللجنتين وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإعداد الرؤية لافتا بدورها في تحديد احتياجات المحافظة من مشروعات البنية الأساسية والتحتية في مختلف القطاعات من جانبه أكد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عمر باح حميد انبثاق تشكيل لجنتين من فريق العمل الذي جرى تدريبه على كيفية إعداد الرؤية وفقا للأليات والمنهجيات والأهداف المحددة لها نفذت مؤسسة عدن للفنون بالشراكة مع مبادرة مجتمع واحد للخدمة الإنسانية المجتمعية وعدد من المبادرات الأخرى بعدا حملت مناصرة ضد الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات والنساء بمشاركة عدد من الفتيات والناشطين المجتمعيين والحقوقيين وفي الحملة التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بخورمكسر منير حسن أوضحت بثينا العمري رئيسة مبادرة تكون إنسان أن هذه الحملة تأتي لمناصرة قضايا النساء والفتيات اللواتية تعرضن للإبتزاز الإلكتروني وقد رفعت المشاركات لافتات تحمل عبارات توعوية ورسومات تنبذ الابتزاز بكافة أشكاله وتطالب الأسر بالوقوف إلى جانب الأبناء وإصدار نص قانوني واضح وصريح للقضاء على هذه الظاهرة نظمت منظمة بداية الشباب للتنمية المستدامة في مدينة عدن دورة تدريبية حول أنشطة مشروع مبادرة الوساطة النسائية بمشاركة 15 متدربة ومتدرب من مديرتي البريقة والتواهي بتمويل من منظمة أجيال بلاقات ووضح المدير التنفيذي لمنظمة بداية الشباب أحمد موسى بأن مشروع مبادرة الوساطة النسائية يهدف للمساهمة في جعل النساء أكثر مشاركة في حل القضايا المجتمعية ويختتم المشروع بورشة عمل للخروج بتدخلات للوساطة النسائية بحل القضايا المجتمعية بدأت في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية لقيادات وكوادر المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحيب عدن بمجال التخطيط الاستراتيجي والنماذج المالية تنفذها للجمعية العربية لمرافق المياه أكوى بالشراكة مع منظمة أكسفام وبتمويل من وزارة التعاون الدولي الألمانية ويشارك في الدورة التي تأتي ضمن مشروع بناء قدرات الموظفين والمؤسسات المتضررة من الأزمات في عدن 16 مشارك ومشاركة من الإدارات المالية والرقابة في مؤسسة المياه بعدن وتتناول معارف عن الخطة الاستراتيجية الدورية والسنوية والخطة التشغيلية والمالية والنماذج المالية والتمويل وتقييم المؤسسات وأسس التمويل وتكلفتها والبيانات والتحليلات المالية بدأت في عدن الدورة التدريبية الخاصة بقوانين العمل اليمني والخدمة المدنية والتي نظمتها المؤسسة الاجتماعية الحديثة ضمنها مشروع التمكين الوظيف للمرأة العاملة من حق أن أعرف بتومي منظمة أجيال بلاقات للتوعية والتنمية بمشاركة 15 متدرب ومتدربة من المرافق الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخلال الدورة أكد رئيس المؤسسة الاجتماعية الحديثة منتصر صالح على أهمية التعريف والتوعية للمرأة العاملة بحقها الذي كفل لها القانون مشيرا إلى أن منظمة أجيال بلاقات للتوعية والتنمية تعمل مساندة للمرأة العاملة وتهتم بها في كافة المجالات نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر بمحافظة أبيان وقسم الأنشطة المدرسية يوم أمس المسابقة المنهجية والثقافية للمدارس المحورية للتعليم الأساسي بجعار بمشاركة الزهراء والثورة والخزاء والحكمة في قاعة مدرسة الثورة بجعار وفي حفل الافتتاح حكد مدير ومكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر محمود سبعة على أهمية المسابقات بين المدارس لخلق تنافس علمي وثقافي مشهيدا بقسم الأنشطة المدرسية على حسن الإعداد والتحضير الجيد للمسابقة وكذلك مدرسة الثورة لاستضافتها وشهدت المسابقة تنافسا قويا بين الأربع الفرق المشاركة وحرزت مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بجعار المركز الأول فيما تحصلت مدرسة الخنساء على المركز الثاني ومدرسة الثورة على مركز الثالث ومدرسة الحكمة على المركز الرابع كانت هذه التفاصيل الدقيقة للنشرة المحلية نلتقي بكم في النشرات القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة